يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة السادسة بداية تحياتي لكل اللي بيتابعنا على شاشة الأهلي ونقول مبروك لمصر لأنه لازم نقول مبروك لقاء صعب لقاء مهم كل السيناريو اللي كلمنا عليه في السادسة حلقة مبارح مع ضيفنا طبعا ونجمينا كابتن خالد جدالة اتنفذ بالحرف الواحد وكأن كابتن خالد كان عند رؤية مسبقة لطبيعة المواجهة كانت مواجهة صعبة بكل تأكيد لكن الأهم أنه خليني أقول كده بمنتصرها منتخب مصر مفيش جديد والحقيقة أنا حابب أوجه في بداية الكلام رسالة لكابتن إيهاب جلال الكتير من الناس تفقلوا واحد لكونوا مدرب وطني وإحنا من وقع تجربتنا الطويلة جدا شايفين أنه المدرب الوطني يليق أكتر بمنتخب مصر وده بتأكدوا أرقامنا وبطولاتنا اللي حقناها تحت قيادة وطنية أكتر منها مع قيادة أجنبية ودي حاجة نتكلم فيها بالتفصيل حاجة مرتبطة بتركيبة بثقافة اللعب المصري الفكرة الروح عنده مهمة جدا وإن غابة الروح يعني أنا شاف أنه مطش مبارح الحقيقة مش انتداد لمسيرة كارلس كيروش أو مش انتداد لشكل المنتخب في مباراته الأخيرة في بطولة أمم أفريقيا لكن الإحساس الأهم والرسالة اللي عايزة وصلها الكابتن إهاب مرتبطة أكتر بالشطات أو بالكادرات اللي جابت فيها الكاميرا ملامح إهاب جلال أثناء سيل المباراة اللي وصلتني انطباع شديد أن الراجل محطوط تحت ضغوط كبيرة جدا من بداية توليه المسؤولية وكأن أحساسه وكأنه هو بيكلب نفسه وكما لو كان صوته عالي أنه حاسس أنه الناس أو أنه شايف أنه بعد المباراة لو يعني ما توفقش المنتخب في المطش ده السكاكين هتطلع له وأن الأستوديوات التحليلية وخبراء التحليل في مصر مش هيرحمون وعشان كده يمكن وراجل ده ألف المؤتمر الصحفي ما تتوقعوش مني تغيير كبير وما تتوقعوش أنه شكل المنتخب يحصل فيه اختلاف كبير وهو ما تحقق بالفعل أنا شايف أنه كرة المنتخب مبارح ما جاتش أنه المنتخب ما نزلش الملعب ولوله دعوات الملايين وكرة مصطفى محمد يعني صدفنا في أتوافق كبير جدا كانت المشكلة هتبقى أصحب عشان كده بقول أنه مبروك على الفوز لأنه هيسهل انطلاقة إهاب جلال في بداية المشوار وده كان سيناريو قريب جدا من أنه يحصل انتهت بفوز غينيا مبارح كان هيبقى مصير إهاب جلال في استوديوهات التحليل إيه؟ أو برامج التوكشور ياضية كان هيكون عامل إزاي؟ والراجل حقيقة حاسس بضغط كبير وأنا مقدر ده وأي مدير فني ليس بس إهاب جلال أي مدير فني هيكون في الموقف ده هيبقى بيتعرض لنفس النوع من الضغوط لكن لسان حق الجماهير الكرة في مصر لو بتكلم مدير فني المسؤول أول عن المنتخب المصري هتقول له إيه؟ هتقول له غامر هتقول له إحنا محتاجين ثورة هتقول له ما تعملش اعتبار للقيلة والقاهل الناس دي أغلبها معاك معاك عليك عليك لو عملت الطفرة أو النقلة المحترمة هتلاقي كل الناس بتشيد بيك ولو بقى الحالة على ما هو عليه هتلاقي كل الناس بتحط عليك فبالتالي غامر جازف اعمل ثورة مش ممكن يعني مش ممكن يبقى ده الجهاز الفني رقم 10 أو 12 بيتولى مسؤولية المنتخب الوطني ويبقى الأداء على ما هو عليه وتبقى الطريقة هي هي ثم أنا بصراحة لو اتكلمت كرة وأنا مش خبير كروي مصر كلها يمكن يكون فيها 70-80 مليون واحد بيتكلموا كرة أحسن مني لكن في النهاية أنا شايف أنه الثلاثة اللي في النص دول بقوا دايلامة في الكرة المصرية لا بيخلونا ندافع وأعتقد أنه هجمات غينية وسيطرت غينية على أجزاء كبيرة من لقاء مبارح بتقول ده أنه كان فيه صغرات دفاعية كبيرة جدا في منتخب مصر وأن غينية في أكثر من فرصة كانت ممكن تسجل وكان سيناريو المباراة يروح لسيناريو ما كناش نتمنى ولا بنهاجم يعني الثلاثة اللي في نص الملعب دول أنا بيتهيالي هم مشكلة عقدة منتخب مصر دفاعيا يعني عندنا إلى حد ما وأعتقد أن مطشطنا في أمم أفريقيا الأخيرة تقول إن إحنا متبيزين دفاعية يعني لو حبينا نعمل جيم دفاعي هنعمل جيم دفاعي على أعلى مستوى هجوميا إحنا تقريبا مش موجودين سيطرة واستحواز مفيش صناعة فرص قدرة أنك إنت تمثل خطورة على فرقة يعني مع كامل الاحترام لغينية والحياة فجأتني مبارح يعني كابتن خالد لما كان بيكلمني مبارح في الستوديو هنا على فرقة غينية وأنها فرقة هتتعبنا ما كنتش بتوقع أنها فرقة عندها كرة بالشكل ده لكن غينية فرقة محترمة جدا وهتنافس مصر وأنا بقول لكم أهو هتنافس مصر على صدرة المجموعة ويمكنتش